شاهد ماذا قالت خديجة في آخر ظهور لها تعلن استسلامها للألم قائلة إن الصبر لم يعد كافياً لتجاوز ما تمر به أولاً إذا كنت مسلماً فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو اللهم أرزق خديجة القوة والصبر والعزيمة واشفي أخينا هشام خديجة الزوجة الصبارة التي تواجه واحدة من أصعب الفترات في حياتها تجد نفسها محاطة بالألم والمعاناة نتيجة تدهور الحالة الصحية لزوجها هشام وفي ظل هذه الظروف الصعبة ورغم الغربة والبعد عن عائلتها وعائلة زوجها تلقت خديجة دعماً معنوياً كبيراً من إحدى صديقاتها المقربات التي زارتها في المستشفى ليلة البارحة هذه الزيارة كانت بمثابة دعماً نفسياً لخديجة التي تشعر بالوحدة في الغربة صديقتها لم تأتي فقط لتواسيها بل قدمت لها دعماً نفسياً كبيراً محاولة أن تخفف عنها بعضاً من هذا العبء الثقيل وبعدها نشرت خديجة عدة رسائل مؤثرة على حسابها في انستجرام تعبر فيها عن مشاعرها المتضاربة فبعد أن كانت تؤكد على صمودها وقوتها في مواجهة هذه المحنة أكدت في رسائلها الأخيرة استسلامها للألم قائلة إن الصبر لم يعد كافياً لتجاوز ما تمر به والصديقة التي زارتها لم تكتفي بتقديم الدعم المعنوي بل ناشدت متابعي خديجة عبر مواقع التواصل الاجتماعية بالدعاء لها ولزوجها هشام قائلة أختي خديجة من أعز الصديقات إلى قلبي أريد منكم أن تدعوا لها ولزوجها هشام بالشفاء اللهم ارزقه القوة والصبر والعزيمة وشفاء لا يغادر سقماً كلماتها حملت أملاً كبيراً بأن تعود الأيام الجميلة إلى حياة خديجة وزوجها وعبرت خديجة عن امتنانها الكبير لصديقتها قائلة ورغم كلمات الشكر كانت مشاعر الحزن واضحة في رسائلها الأخيرة حيث كتبت عن الألم الذي في قلبها وعن معاناتها من الوحدة في إحدى رسائلها كتبت لم يكن فراقاً عادياً لقد كلفنا الكثير بكيت حتى جفت دمع في عيني وتألمت حتى تشتتت روحي المحنة التي تعيشها خديجة تفوق قدرتها على الاحتمال في بعض الأوقات لكن دعم متابعيها يعطيها طاقة إيجابية في هذه الظروف ترجمة نانسي قنقر